اشتركوا في القناة مش هخلي الدبان الازرق يعرف ليك طريق نهائي ممكن المثل ده يكون بيستخدم في كتير من الدول العربية وهو المقصود به التهديد وايا كان التهديد الموجه للشخص ده بس بيكون تهديد صريح وجديد وهنا لازم نقف على نقطة مهمة جدا وهتكون هي محور موضوعنا النهاردة وهي الدبان الازرق واللي مرتبطة بالمثل بقوة التهديد وده معناه انه دبان بيتطفل الى اقصى درجة لا تتخيلها وبيوصل لاماكن ابعد من خيالك وهو ده بالزبط وجه الشبه بينه وبين الاحتلال وازاي تطفله وقوة خبصه قادر انه يتحكم في العالم بشكل كبير وكمان كمية المساعدات اللي بتتوجه ليه من سلاح ودعم عسكري واقتصادي من اقوى اقتصاد وقوة عسكرية في العالم وكمان كل الجرائم اللي بيقوم بيها معلنة على مستوى العالم كله ولكن في الوجه الاخر اللي الدبان الازرق بيقوم بتصدير صورة الوجه البريء اللي تم الاعتداء عليه يوم 7 اكتوبر وان ازاي تم الغدر بيه وان فيه اطفال ماتت ونساء قاموا باختصابها وقدروا بالزكاء الاصطناعي انهم يلعبوا في صورة كلب ويغيروها ويحولوها لصورة طفل تم قتله وحرقه ولكن تم كشف كتبهم ومع العلم بانه واثق ان العالم كله كاشف كتبه حتى الدول المسانده ليه والظلمه لكن هو مستمر في انتهاكات حقوق البشرية بشكل اجرامي وكل حجته هو انه بيدافع عن وطنه اللي هو اصلا مش ارضه ولا ليه شبر واحد فيه فلما ييجي صاحب الارض يطالب بارضه او يقوم بالتصدي ليه والقوة الشر اللي صدرة من الاحتلال تقوم الدنيا متعودش ويحصل ابادة جماعية ممنهجة بكل تفاصيلها العائلات واسر كاملة بل مناطق كاملة وكم عدد الشهداء والاطفال والنساء اللي استشهدوا ما بيحركش جفن للدول المساندة للدبان الازرع اللي بيتسم بابشع الجرائم وهو اقل وصف ليه انه حسالة الامم وكمية اوصاف ظهرت ليه كتير وكلها لا تفي بوصفه الحقيقي الا انه دبان ازرع واللي بيكون ابشع انواع الدبان هو الدبان الازرع واللي معروف عنه انه متطفل وبيهاجم حكتك دون وجه حق كأنها ملكه وده كله بخلاف زنه البشع او صوت طيرانه المقلق والمزعج في كل التصرفات الوضيعة دي وصفه قليل زي ما ذكرنا قبل كده الاحتلال الظالم ولكن لكل شيء نهاية والكل ظالم معاد وهيكون قريب وفي كل الاحوال هيكون عبرة لكل متجبر طغى في الارض على عباد الله وفي اخر حلقتنا ندعو لاخوتنا في غزة اللهم ارفع عنهم بطش الظالمين اللهم امين وصلنا لاخر حلقتنا اشوفكم في حلقات تانية دلوقتي اصبكم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة